بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد أهلا وسهلا بيكم في قناة الإنجليز السهل وبسيط إن شاء الله هنبتد الفيديو ده من بيتش 134 ونخلص الدرس الثالث والرابع إن شاء الله الدرس بادئ بقاعد اسمها الضمار المنعكسة اللي هي Reflexive Pronouns الضمير المنعكس يعني Reflexive Pronoun إيه هو الضمير المنعكس؟ هو ضمير بيعود على فاعل الجملة وتستخدم الضمار المنعكسة للتأكيد على أن الفاعل قام بعمل الفاعل بنفسه وغالب معظم الأحوال بتيجي الضمار المنعكسة في نهاية الجملة تعالوا نشوف مثل كده بيقول إيه I polished the shoes myself أنا نظفت لماعة الحزاء بنفسي الضمار المنعكسة اللي هي بنفسي طب لو هي ست تبقى بنفسها لو راجل بنفسه لو هو وهي الغير العاقل itself بنفسهما طيب لو يو لو أنت بنفسك لو أنتم بنفسكم لو نحن بأنفسنا لو هم بأنفسهم هل نشوف كده إيه؟ إزاي باللغة الإنجليزية تتعامل أبص على الفاعل عندي لو الفاعل عندي هنا الفاعل عندي I يبقى الضمير المنعكس myself لو الفاعل بتاعي it هو وهي الغير العاقل يبقى الضمير المنعكس itself طب تعالوا نشوف لو الفاعل بتاعي you أنت أو أنت يبقى الضمير المنعكس yourself يبقى بنفسك لو الفاعل بتاعي you أنتم وأنتنا لو جامع يبقى yourselfs الفاعل اللي if تحاول إلى ves ماشي كده؟ طيب لو الفاعل بتاعي you يبقى الضمير المنعكس بتاعه في الجامع نحن تبقى ourselves لو الفاعل بتاعي زي هم أو هن يبقى الضمير المنعكس بتاعهم أنفسهم أو أنفسهم themselfs خلاص كده لازم نحفظه وسهل جدا هجيب I لو تبقى بص على الفاعل يبقى I يبقى المنعكس بتاعه a myself اكتب كده بفرقة وقال I he وش وإت واكتب كده هقوم مع أحفظ بق I الضمير المنعكس بتاعه myself he himself she herself it itself you أنت وأنت يبقى yourself طيب لو جامع you معنى أنتم أو أنتنا يبقى الضمير المنعكس بتاعها yourselfs طب we نحن ourselvess طب they هم أو هن them selves خلاص كده يبقى عرفنا الضمير المنعكسة حسب الفعل بتاعي أبسط على الفعل بتاعي أعرف الضمير المنعكس من خلال أننا حفظه لازم نحفظه لازم نحفظه تعالوا نشوف مثال كده she taught herself to speak German تعالوا نشوف أمثلة كده تعالوا نشوف أمثلة كده هنا أمير will hurt will hurt himself أمير هي نفسه أمير دراغل أمير يعني هي يبقى الضمير المنعكس بتاعه himself طب she يبقى الضمير المنعكس بتاعها herself بقول تعالوا بيقول لي إذا كانت في الجملة إذا كان لاحظ في الجملة الأمرية إذا كان المخطب مفرد نستخدم yourself وإذا كان جمع yourself ودحنا نحن عارفين بقول لي spend a few minutes preparing أقضي بعض الوقت في إعداد yourself for exercise نفسك يبقى lf نفسكم ves yourself for exercise ويستخدم يستخدم ضمير المنعكس يستخدم ضمير المنعكس بعد buy بمعنى بمفرده أو بدون مساعدة أما أقول buy myself بنفسي يعني on my own بنفس المعنى بنفسي يعني alone يعني without any help بدون أي مساعدة I went shopping on my own أنا رحت تسوّق بنفسي أو alone لوحدي He lives on his own عايش لوحده alone أو buy himself نفسه did علي paint that picture on his own without any help did علي paint that picture هو علي دهن الصورة دي أو رسم الصورة دي on his own بنفسه بنفسه يعني without any help يعني alone يعني buy himself بنفسه كل دي معاني معنى واحد لمعنى واحد buy himself أو buy myself يعني بنفسي on my own يعني بنفسي alone يعني لوحدي أو بنفسي without any help كل الاربع معاني دون بنفس المعنى ده بيقول لي يمكن أن نستخدم من ضمائر المنعكسة بعد حروف الجر مثلا on for after the girl looked after them selfish البنات بتعتني بنفسهم زجر لزهو جامع يعني زي يبقى المنعكس بتاعهم ايه them selfish جامع always depend on yourself دايما اعتمد على نفسك يبقى جي حرف الجر وقون جي after قبل الحروف المنعكسة depend on اعتمد على نفسك depend on yourself ولكن لانا تستخدم الضمائر المنعكسة مع حرف الجر with ما نفعش اقول bring your jacket with yourself لا with you معاك هات الجاكت بتاعك معاك with you يبقى with ما تجيش مع الضمائر المنعكسة اما اقول bring your jacket with you هات الجاكت معاك باستخدم ضمائر المفعول بدل منعكس ما نفعش اخد منعكس معه with لكن ممكن with يجي معاه on for after buy لكن with لا تمام كده لا نستخدم الضمائر المنعكسة معه في الجر with وتستخدم ضمائر المفعول بدلا منها bring your jacket with you هات الجاكت معاك you تمام كده ما قلتش yourself تعبيرات تستخدم فيها الضمائر المنعكس ايه التعبيرات دي اما اقول واحد استمتع بوقتك enjoy yourself استمتع بوقتك enjoy yourself اعتني بنفسك take care of yourself اعتني بنفسك take care of yourself ساعد نفسك او تفضل لما اقول واحد مثلا باكل حاجة اقول اتفضل او بدل واحد اقول اتفضل حاجة اقول ايه help yourself او واحد جاي عندنا باقول اتفضل كل من الاكل اللي عندنا دا اقول ايه help yourself ادي ضمائر المنعكس اه طيب اما يكون حد ضيف جاي عندي في البيت اقول ايه make yourself at home تصرف كأنك في منزلك make yourself at home لما اقول واحد اقول تأدب طيب تعال اما نشوف كده بقى هنا التدريبات من كتاب الطالب والتدريبات بقول لي هنا ايه saura has a jacket to keep warm saura معاه تمتلك jacket عشان يحميها او يحافظ عليها دفيانة او تحس بالدفا بي ايه بقى to keep saura يعني she ضمائر المنعكس بتاعه ايه yourself to keep herself warm the birds sleep in the caves الطيور بتنام في الكهوف to protect from eagles eagles اللي هو النصور عشان تحمي نفسها من النصور يبقى birds يبقى زي انضمن المنعكس بتاعها في حالة الجامعة يبقى زي يبقى زي themselves تعال نشوف اللي بعدها number three we enjoyed ايه when we went sailing we enjoyed من استمتع بنفسنا when we went sailing يبقى we انضمن المنعكس بتاعه ايه ourselves we enjoyed ourselves when we went sailing نستمتع بنفسنا أو بأوقاتنا نستمتع مع بعض ourselves بأنفسنا لما نروح الابحار سامي came out of the sea and ride with the town سامي اللي هو هي يبقى خرج من البحر ونشف نفسه نفسه يعني ايه مع انضمن سامي راجل يعني هي مفرد يبقى ضمن المنعكس اللي هي معاه ايه himself ونشف نفسه يبقى نفسه يعني ايه himself i made انا انا عملت بنفسي او عملت بنفسي بعض السلطة للغداء اي made myself some 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 salad يبقى i يبقى نضمن معكس بتاعها ايه myself i made myself some salad for lunch بيقول هنا ايه would you like to make a cup of tea would you like to make ايه ممكن تعمل لنفسك كوبايتش فينجان شاي would you يبقى ضربان المنعكس يبقى ايه yourself would you like to make yourself ممكن تعمل لنفسك cup of tea فينجان شاي بما انه عندي الفاعل يوقه يبقى المنعكس بتاعه ايه تعالوا نشوف هنا بقول ايه you both can see in a mirror in you both يعني انتما تستطيعوا رؤية انفسكم في المرآة يبقى you يبقى ضربان المنعكس بتاعها ايه yourself بما انه انتما يبقى you في حالة الجامع yourself the teacher told the students to behave المدرس التلاميذ to behave ايه behave ايه 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 يبقى told them to behave themselves يبقى the teacher told the students students هنا ايه بمعنى them يبقى جامعه يبقى them يتحول في المعكس يبقى to behave themselves service اتقدبوا she taught ايه to speak english هي taught علمت ايه نفسها تتحدث انجليزي يبقى she الفعل she يبقى المعكس ايه he herself he herself يبقى she taught herself speak english علمت نفسها تحدث انجليزي did you hurt هون تعورت نفسك you يبقى المعكس بلعها ايه هنا يبقى yourself did you hurt yourself هون تعقز نفسك تعال نشوف اللي بعدها i cleaned the kitchen انا نظفت المطبخ بنفسي 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 الحرف الجر اللي هو by myself i cleaned the kitchen by myself تعال نشوف تدريبات من كتاب الطالب والتدريبات workbook students book she took a photo of هي اخد الصورة of ايه لنفسها she took a photo of herself لنفسها يبقى she الفاعل يبقى الضمير المنعكس herself he put on a hat to protect هي ارتدت الكبعة عشان تحمي هو ارتد الكبعة عشان يحمي نفسه يبقى he put on a hat to protect himself يبقى هي الفاعل المنعكس بتاعه himself i didn't buy this cake انا مشتريتش الكيكة ديت i made it on myself لا buy myself انا عملتها بنفسي اون هتبقى buy buy myself buy buy we يبقى الضمير المنعكس بتاع buy our وجامع يبقى our service buy cook our service طبخنا لنفسنا العشاء on a fire تعالوا نشوف كده القطة مش محتاجة تستحمى it cleans يبقى it يبقى المعكس بتاعها ايه قطة يبقى it يبقى المعكس بتاعها itself it cleans itself بتنظف نفسها مونا رسمت لنفسها صورة يبقى رسمت نفسها يبقى مونا شي يبقى المعكس بتاعها here self احمد اشترى لنفسه شرب بارد يبقى احمد بوط himself a cold drink ابص على الفاعل واشوف المعكس بتاعه يبقى المعكس بتاعهم themself يبقى and mona cleaned up buy them service يبقى cleaned up buy بنفسهم buy يعني بنفسهم بحرف الجر باه يبقى مش with with ما بجيش مع المعكس لكن buy اللي تيجي مع الأفعال المعكسة buy هي اللي تيجي مع الضمائر المعكسة مش with أنا أسفع للأنت لأفعال المعكسة هي ضمائر المعكسة عندي هنا بيقول لي describing the weather وصف حالة الطقس أما أسأل كيف تكون حالة الطقس اليوم أقول what is the weather like now what is the weather like now أو أقول how is the weather now how is the weather now بالإجابة أقول مثلا you got the bob والطقس ضبابي there is fog the weather is foggy there is fog في ضباب والطقس بيكون ضبابي طيب أما أسأل عن حالة الطقس بالأمس أقول how was the weather yesterday how was the weather yesterday أقول الإجابة the weather was sunny كان الطقس مش مثلا the weather was sunny how will the weather be tomorrow لو أسأل عن المستقبل أقول how will the weather be tomorrow الإجابة the weather will be windy tomorrow the weather will be windy tomorrow الطقس هيكون عاصف جدا غدا بقول لي هنا لوانا جالي أعاوز أكتب فقرة إنشائية عن a holiday يعني paragraph عن holiday in South Africa أجازة في جنوب أفريقيا هنا جملة مرتبطة بالدرس تساعد في كتابة الفقرة الإنشائية بقول لي last month الشهر اللي فات I saw some beautiful photos about South Africa on Facebook أنا هكتب بأول حاجة الشهر اللي فات أنا شفت صور جميلة عن جنوب أفريقيا على صفحة الفيسبوك I went to the South Africa pipeline وذهبت إلى جنوب أفريقيا بالطائرة I had a nice time there وقضيت وقتا رائعا هناك On Saturday I went trekking in the mountain ويوم السبت ذهبت للتمشية وسط الجبال The weather was sunny والتقس كان مشمس On Sunday ويوم الحد I got the top of the mountain وصلت لجمة الجبل سعدت إلى قمة الجبل I saw dark clouds at the top of the mountain وشفت سحاب غامق أو سحب ملبدة بالغيوم على قمة الجبل There was a big storm but it finished وكان هناك عاصفة قوية ولكنها انتهت I tried the blinding and it was exciting وقربت رياضة التزحلك بالحبال وكانت تجربة رائعة دي كلها إيه جمل هامة عشان تساعدني لو عاوز أكتب فقرة إنشائية أو paragraph about a holiday in South Africa هنبدأ بحل أسئلة بيج 138 صفحة 138 general exercises on lessons 3 and 4 بيولي هنا إيه listen and choose the correct answer from A, B, C A or D طبعا الطالب هي يستمع للمعلم وطبعا الاستماع بيكون عبارة عن فقرة حوالي صفحة سطرين ويبدأ الطالب يحل الأسئلة دي بيول الفقرة اللي هيسأل عليها بيول yesterday we went trekking in the mountain مبارح مشينا وسط الجبال it was sunny when we started كان الجو مشمس لما بدأنا but when we got to the top we saw dark clouds لكن لما وصلنا لأعلى الكمة لقينا السحاب السماء ملبدة بالغيوم هنا بيقول لأيه when did you go trekking in the mountain يبقى yesterday أمس what was the weather like when we started الجو كان عام لأيه لما بدأتم طبعا كان sunny يعني مشمس did you go to the top yes we did أي ورحنا what did you see at the top طبعا شافو dark clouds اللي هي سحاب غامق أو ملبدة السمكة ملبدة بالغيوم choose the correct answer from ABC or D I read A in the newspaper about modern invention أنا قرأت A طبعا مقالة article in the newspaper في الجريدة عن الاختراعات الحديثة number two بيقول A my friend says that climbing the mountain is not safe صحبي بيقول لي أن التسلق على الجبال مش حاجة آمنة but I decided to take the A قررت إن أنا أتحدى take the challenge number three my sister A her leg she and she couldn't walk صق أختي عورت نفسها أو جرحت نفسها hurt her leg and she couldn't walk مش قدرت لمشي the ground was very A after the rain yesterday الأرض كانت A بعد المطر مبارح طبعا ما بلولة إيبقى wet when there is A we see ice in the ground لما يكون في تلق بنشوف قطع التلق على الأرض when there is snow we saw ice on the ground she a mistake and apologized يبقى هي ارتكبت خطأ made a mistake and apologized يعني اعتذرت i woke up early انا استيقظت بردري and عملت النفس الفطار يبقى made myself a breakfast made myself breakfast عملت النفس الفطار make a plan before you start اعمل خطة لنفسك قبل ما تبدأ make yourself a plan before you start قبل ما تبدأ اعمل لنفسك يبقى yourself the children هم heart as نفسهم نفسهم يعني ايه بقى يبقى زي يبقى ضمير المنعكس بتاعه them self تمام كده ضمير المنعكس بتاعه زي زي من هم مين اللي هم children مش children يعني هم جامعه يبقى المنعكس بتاعه them self i'm sure انا متأكد samira made this cup of tea ان سمير عمد في انجان الشي ده بنفسها samira sit مفرد عاقل يبقى المنعكس بتاعها ايه here self تعالي شو بقى read and correct the underlying words اقرأ وصحح اللي تحت الخط i am sorry انا اسف tamir heart انا اسف tamir جرح نفسه يبقى tamir هو he والمنعكس بتاعه هيبقى himself did you write this passage by did you write this passage هل كتبت القطعة دي بنفسك يبقى you المنعكس بتاعها yourself dad asked me babaya سألني to study by النذاك بنفسي to study by myself we bought a new car احنا اشترينا بنفسنا بنفسنا we المنعكس بتاعها ourselves we bought ourselves a new car اشترينا بنفسنا عربية جديدة ويبقى اللي فاضل a trip with your friends رحلة مع اصدقائك ودي مكتوبة في اخر الكتاب هنقرأها برضو ونعمل اللي علينا جايز تكون في كلمة واحدة مش مفهومة هقرأها لكم ان شاء الله برضو هنا بيقول ايه رحلة قصيرة مع اصدقائك هو كمكتوبة في الكتاب يعني لو حتحبه في الاجازة بقى تتعلمه ازاي تكتبه باراغراف اهي موجودة قدامكم انا رحت جنوب افريكيا مع اصدقائي وكان الجو جميل هناك وكان فاول يوم لنا كان هناك مغامرة we went trekking in the mountain مشينا بتجوال وسط الجبال when we started لما بدأنا it was sunny كان الجو مشمس but when we reached the top of the mountain لما وصلنا قمة الجبل there were dark clouds كان هناك سحب ايه سوداء after that وبعد ذلك the rain began المطر بدأ and there was a storm وكانت هناك عاصفة the rocks were wet والصخور كانت مبللة and احمد فيل دون واحمد صديقي واعلى الارض سقط and hurt himself وازى نفسه the following days الايام اللي بعدها the weather was bitter الجو كان جميل i went zip lining وروحت ممارسة تزحلك على الحبال i was a bit frightened كنت في الاول خايف شوية but i was excited لكني كنت متحمس وبكده يبقى خلصت معكم الدرس الثالث والرابع وبالتوفيق والنجاح ما تنسوش بالاشتراك في القناة واللايك والشير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة